أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن إطلاق النسخة الأولى من جائزة التميز والإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبهذه المناسبة أشاد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة بجهود المكتب التنفيذي في تعزيز التعاون الخليجي المشترك في التنمية الاجتماعية من خلال وضع وتنفيذ استراتيجيات مؤسسية مستدامة وإطلاق المشاريع والمبادرات التنموية لسيما في المجالات التنموية والاجتماعية وأكد سعادة الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ترتكز على صون حقوقهم وتوفير السبل الداعمة لهم مشيرا إلى أهمية هذه الجائزة التي تأتي تعبيرا عن إيمان دول الخليج بقدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة وإبداعاتهم ولتتيح لهم الفرصة لإبراز مساهمتهم في خدمة المجتمع ولتعزز روح التنافس لتجاوز التحديات وتحويلها إلى مواطن إنجاز وأضف أن الجائزة تشكل إحدى وسائل تقدير المبدعين من ذوي الإعاقة والجهات المساندة لهم من أجل المزيد من التمكين ولترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر